بسم الله الرحمن الرحيم الملف الليبي هو واحد من اهم الملفات التي توليها مصر اهتماما كبيرا وذالي اسباب كثيرة متعلقة بالعلاقات والروابط التاريخية بين البلدين وكمان لاهمية ليبيا كعمق للامن القوم المصري عشان كده النهاردة السيد الوزير الواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية استقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اللقاء ناقش التطورات في ليبيا وجهود اعادة الامن والاستقرار واتخاذ خطوات نحو الاجراءات السياسية والقانونية لاستكمال مؤسسات الدولة الليبية ومن بينها الانتخابات الرئيسية والانتخابات التشريعية وذلك في اطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استنادا على المؤسسات الشرعية الليبية طبعا هذا اللقاء الذي اجراه السيد الوزير عباس كامل اليوم بحضور السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي كان دا الهدف الاساس منه حديث عن مسارات التسوية حديث عن مسارات المصالحة الوطنية حديث عن ادماج قوة سياسية في العملية السياسية عندنا قوة موجودية من انصار النظام السابق عندنا قوة ربما يعني توقفت عن الدخول في هذا المسار وغيره ولكن بالتأكيد مصر في النهاية باعتبارها طرف يلقى تجاوبا من الجميع السيد الوزير عباس كامل كلف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بجولات عديدة زار بنغازي زار طرابلس التقى بكل اطراف العملية السياسية سواء القيادات التنفيذية او القيادة العسكرية مستلع في المشير خليفة حفتر وايضا رئيس مجلس النواب نصر شرع قيلة الصالح وايضا متابعة مع الرئيس المنتخب للمجلس الاعلى للدولة كل هذه الفعاليات بالتأكيد لديها ما يمكن قوله ولديها اقتراحات متعددة ومصر لانها تقف موقف واضح مع الشرعية وترفض باي حال من الاحوال التعامل مع الميليشيات او القوى الخارجة عن هذه الشرعية فهي الى حد كبير جدا لديها نظرة موضوعية للامور وتريد ان تدفع بالامور قدما الى الامام هناك مصارات للتحرك متعددة هدفها انهاء هذه المشكلة هناك مصار الأمم المتحدة هناك مصارات يقودها المشير خليفة حفتر ومعه المستشار العقيلة صالح هناك حكومة انتخبت من البرلمان هي اساسا الحكومة الشرعية المنتخبة وزير خارجيتنا اكثر من مرة تحدث عن الشرعية الليبية ورفض التعامل مع وزيرة الخارجية الليبية السابقة لان مصر في النهاية اعتبرت ان مجلس النواب هو الهيئة الشرعية الحقيقية المنتخبة من قبل الشعب الليبي وعندما يصدر مجلس النواب قرارا بعينه بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة كما حدث سابقا فليس امام مصر الا ان تتعامل مع الشرعية وعايز اقول دايما ان دي دي ركائز السياسة المصرية في التعامل مع الاطراف الاقليمية وتعامل مع الجيش السوداني لان اعتبر ان الجيش السوداني هو الهيئة الشرعية الحقيقية التي يمكن ان نتعامل معها ده مش معناه ان مصر ما تجيبش كل الاطراف ولكن عندما تأتي مصر بكل الاطراف فهي تأتي على قاعدة الشرعية بالاساس وده بيخلينا في مصرات كثيرة متعلقة بقضايا اقليمية وقضايا دولية دائما ما نقف هذا الكلام الرئيس عفا التحسيسي اكد ده اكتر بالمرة اكد ان مصر تتعامل مع الشرعية مع الاطر الشرعية وليس خارجها ومن هنا فان المشكل الليبي مشكل مهم تفاصيل هذا المشكل كثيرة جدا ابعاد هذا المشكل والتدخلات الاقليمية والدولية ربما المبعوث الافريقي اللي هو المبعوث الامم المتحدة السابق عبدالله بتيتي ربما لم يساعد على الوصول الى حل طيلة الفترة التي قضاها مبعوثا من الامم المتحدة لماذا؟ لانه ربما الى حد كبير جدا كان منحازا الى حكومة لم تحصل على الشرعية وانتهت مدتها على حساب بقية الاطراف المعنية ومصر كان ايضا لها موقفة في هذا الاطار والتحرك المصري الذي قام به جهاز المقابلات العامة بقيادة السيد الوزير عباس كامل كان ينطلق من هذه المسألة احنا ملناش مصلحة احنا كل اللي همنا ان ليبيا تعود مستقرة ومنطلقة كما قال الرئيس عبدالتاح سيسي من وحدة الشعب ووحدة الارض وليبيا حدودها بيننا وبينها اكثر من 1200 كيلو متر ده بالتأكيد لما الحدود دي تكون امنة بالتأكيد احنا ايضا سنكون في امان اشتركوا في القناة